رياح قوية وأمطار غزيرة تضرب هذه المناطق خلال الساعات القادمة لو منطقتك منهم خلي بالك الطقس يلعب دورا هاما اليوم انخفاض درجات الحرارة يجعل الجو أكثر جاذبية ويبدو أن القاهرة ستكون مكانا لطيفا للاستمتاع بالهواء النقي لكن احترس على جنوب الصعيد حيث يبدو أن الحرارة قد تصل إلى مستويات شديدة ليلا تتحول الأمور إلى الراحة والبرودة يتوقع أن يكون الجو لطيفا في بداية الليل مع ميل خفيف نحو البرودة في نهايته على شمال البلاد حتى شمال الصعيد في حين يكون التقس لطيفا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد عنقيد من المطر والرعدي تتجه نحو ست محافظات اليوم وفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية الأمطار قد تكون خفيفة إلى متوسطة مع احتمالية بلوغ نسبة 40% في جنوب سيناء والبحر الأحمر والوادي الجديد والأقصر وأسوان وسوهاج تنبيه من الأرصاد يحذر من انتشار الشبورة الكثيفة على الطرق الزراعية والسريعة خاصة القريبة من المياه في مناطق مثل القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد تصل لحد الضباب تحذيرات حول حالة التقس غدا في مصر جدول درجات الحرارة كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة التقس اليوم وغدا الخميس الموافق التاسع من نوفمبر 2023 ودرجة الحرارة غدا في القاهرة وبعض المحافظات ويرغب المواطنون في معرفة حالة التقس غدا في مصر لأخذ حياطات اللازمة ويواصل تقديم خدماته للجمهور أوضحت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة التقس الآن تشهد أجواء خريفية معتدلة حيث تصل درجات الحرارة العظمى في القاهرة اليوم الثامن من نوفمبر 2023 إلى 29 درجة مئوية حالة التقس غدا وعن حالة التقس غدا أضافت الهيئة أنه من المتوقع أن يسود غدا الخميس التاسع من نوفمبر 2023 تقس مائل للحرارة نهارا كبرى والوجه البحري حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد حيث تسجل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة غدا 29 درجة مئوية توقعات الشبورة غدا وأضافت الهيئة أنه من المتوقع أن تشهد حالة التقس غدا شبورة مائية كثيفة خلال الساعات الأولى من اليوم من الرابعة صباحا حتى الثامنة مساء على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق وعن احتمال سقوط الأمطار غدا ذكرت هيئة الأرصاد أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا بنسبة حدوث ثلاثون في المائة على مناطق من مدينتي حلايب واشلاتين بينما يكون هناك احتمالية سقوط أمطار رعدية أحيانا إلى مناطق أقصى جنوب الصعيد بنسبة حدوث تبلغ عشرون في المائة على فترات متقطعة درجات الحرارة غدا في مصر وفيما يلي درجات الحرارة غدا في مصر المنطقة درجة الحرارة العظمى درجة الحرارة الصغرى درجات الحرارة في القاهرة والوجه البحري ثمانية وعشرون عشرون درجات الحرارة السواحلة الشمالية ستة وعشرون عشرون درجات الحرارة جنوب سيناء أربعة وثلاثون ثلاثة وعشرون درجات الحرارة شمال الصعيد واحد وثلاثون سبعة عشر درجات الحرارة جنوب الصعيد سبعة وثلاثون اثنان وعشرون رياح قوية وأمطار غزيرة تضرب هذه المناطق خلال الساعات القادمة لو منطقتك منهم خلي بالك الطقس يلعب دورا هاما اليوم انخفاض درجات الحرارة يجعل الجو أكثر جاذبية ويبدو أن القاهرة ستكون مكانا لطيفا للاستمتاع بالهواء النقي لكن احترس على جنوب الصعيد حيث يبدو أن الحرارة قد تصل إلى مستويات شديدة ليلا تتحول الأمور إلى الراحة والبرودة يتوقع أن يكون الجو لطيفا في بداية الليل مع ميل خفيف نحو البرودة في نهايته على شمال البلاد حتى شمال الصعيد في حين يكون التقس لطيفا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد عنقيد من المطر والرعدي تتجه نحو ست محافظات اليوم وفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية الأمطار قد تكون خفيفة إلى متوسطة مع احتمالية بلوغ نسبة 40% في جنوب سيناء والبحر الأحمر والوادي الجديد والأقصر وأسوان وسوهاج تنبيه من الأرصاد يحذر من انتشار الشبورة الكثيفة على الطرق الزراعية والسريعة خاصة القريبة من المياه في مناطق مثل القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد تصل لحد الضباب تحذيرات حول حالة التقس غدا في مصر جدول درجات الحرارة كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة التقس اليوم وغدا الخميس الموافق التاسع من نوفمبر 2023 ودرجة الحرارة غدا في القاهرة وبعض المحافظات ويرغب المواطنون في معرفة حالة التقس غدا في مصر لأخذ ويواصل تقديم خدماته للجمهور أوضحت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة التقس الآن تشهد أجواء خريفية معتدلة حيث تصل درجات الحرارة العظمى في القاهرة اليوم الثامن من نوفمبر 2023 إلى 29 درجة مئوية حالة التقس غدا وعن حالة التقس غدا أضافت الهيئة أنه من المتوقع أن يسود غدا الخميس التاسع من نوفمبر 2023 تقس مائل للحرارة